اوكي جدامكم المشكلة الباشا وثق هذا حبي جدم حلقة سين وجيم صورة ونبسط وا propagation المنتجة و أول خطة طبعاً أن نشيل الخلفية الخضرة و لا فسهل نقме بالفيديو و نضع الخلفية نظيفا تحت نتيب ألترا كي بنرميه على الفيديو و نختر اللون اللي ن Forbes و ... والا أه، إستانة شوي Burgi في مشكلة اههههههههه! الباشا هو طويلة一个 وثقة الخطة عديم الموهبة لابس بلوزه خضره على خلفية خضره فلما قلنا لبرنامج شيل اللون الأخضر شال اللون من البلوزة برضو أوكي هو الإشي غريب لأني عملتها قبل هيك بدون مشاكل وبالنهاية المنظر الجديد صراحة مش عاطل بالمرة بالعكس عجبني لكن نو الواقعية أهم شي لازم يكون في طريقة أحل هاي المشكلة وأرجع البلوزة للونها الأصلي فكر يا عبد فكر أها لقيتها بنروح للوميتري كالر بننزل على الأتشأسال ساكندري وبنختار هاي الأداة بنحدد لون الكرومة وبنقول له حولها للأزرق بهيك اللون الخلفية بطل يشبه لون البلوزة الآن نرجع نشيل لون الخلفية الجديد عن طريق تحديده وـ لاتس جو أوكي خربنا الدنيا على آخر انسا نسا نسا أوكي طريقة تانية طريقة تانية يلا فكر فكر لمي تأتيها ليش نغير لون الخلفية الكبير ليش ما نحدد لون البلوزة الجديد ونرجع بنفس الأداء للون الأخضر تمام كون مرة قائمة اللونيتري كالر نروح للأتشأسال ساكندري انحدد لون البلوزة روح للألوان غير 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 وتمام اوكي رائع زبطت بقدر الان ارتاح واخيرا انحلت المشكلة اوكي اشهد اهاا لما انحددنا لون البلوزة في شغلة تانية كل لونها اسود بنسميه شعر فلما غيرت لون البلوزة اتغير لون الشعر معاها واللي الصراحة عجبني كتير عامل زي ليزر اخضر فضائي هيك جاي من فوق اوكي انا اتحيرت الان احنا امام خيارين اما ا ابلوزة بلون اسود مش مطابق للواقع او بي ابلوزة بلون اخضر مطابق للواقع بس فيه ليزر اخضر ضاوي فوقراسي مين اختار مين اختار قررت بما ان احنا في حلقة اسئلة فخلوها سؤال هيك وسؤال هيك خلونا نبلش في الحلقة اللي غالبا 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 هتبلش بكلمة اهلا اهلا ما بعرف اذا اغلبكم لاحظ ان عدد المشتركين في قناة تخيل الضعف من 6 الى 7 ضعاف في الشهر اللي فات لحاله هذا معناته انه حاليا معظم المشتركين ما بيرفوا حاجة عنا الا الفيديوهات اللي احنا نشرناها على القناة فلذلك لما وصلنا 6 الاف مشترك طلبنا منكم انكم تسألونا اي سؤال يخطروا على بالكم وبالفئة الاجانة عدد لا بأس به من الاسئلة وبما انه عدنا وصلنا لهذا العدد المشتركين فخلونا نلحق نجاوبهم هاي اسئلتكو وهجوبتنا اول سؤال عرفنا اكتر عن نفسك مرحبا انا عبد الرحمن امري 23 سنة بدرس طب حاليا في المستوى السادس وساكن في هاي البقوعة صغيرة من الكوكب حضرتك فلسطيني؟ اي نعم ايش ناو تتخصص بها ما تخلص طب؟ اعتقد اتجاوب على هذا السؤال ضمنيا في الفيديو اللي فات لما كنت اعادت تخصصات و اقول عظام جلدية طب نفسي طب شرعي علم الميكروبات كيمياء احياء جزائية علم نفس فايب اي نعم النية الواضحة حتى الان ان اكمل طب نفسي لكن من جديد حتى بديت افكر في الطريق الاكاديمي ان اكمل علم نفس مش طب نفسي هذا بيبحث في العلم والنظريات والأبحاث والدراسات اما هذا بيعالج المرضى لكن من يدري لست المستقبل قدامنا في افكار تانية بتقول لي انه ما فيش بورد نفسية في غزة فهذا يعني انه لازم اسافر برا واذا ما زبطت هاي الطريق فغلبا اختر اي تخصص منها الاشي اللي سا هيتحدد كمان سنتين فالله اعلم كيف حالك؟ خير شو حالتك العاطفية؟ سينجل والاسئلة ما لها شخصية بتير صارت ايش عملتوا غدا اليوم؟ ريلي قديش كان معدلك في الثانوية؟ اي بلس قديش كان معدلك في الجامعة؟ بي بلس احنا مطولين كتير في الاسئلة الشخصية؟ ايش لونك المفضل؟ كامان هاي الدرجة من الاحمر اوكي كان هذا اخر سؤال شخصي خلونا ناخد اي سئلة ثانية ليش في اشخاص اذكياء واشخاص لا ايش اللي بيحدد الذكاء؟ الجينات هو الجواب الوحيد اللي بيخطر على بال اي انسان لما تسألوا هذا السؤال وكلامهم مش هيكون خاطر اغلب الدراسات بيانت لنا انه 50% من الذكاء سبب وراجع للجينات لكن بيضل 50% تانية بتعتمد على المحيط والمجتمع والتجارب اللي انت بتعملها فكر في الموضوع زي الطول الطول عبارة عن ميزة بتتحكم فيها الجينات بشكل ضخم لكن لو تصاوبت بمرض مزمن وانت صغير او كانت تغذيتك ضعيفة ممكن تطلع قصير بالرغم من الجينات الموجودة قضية تانية برضو انه اغلبنا بفكر في الذكاء على انه شغلة واحدة وهذا مش صحيح اغلبنا لم يحكي كلمة الذكاء بيكون بفكر بالذكاء المنطقي او الرياضي او التحليلي وهذا نوع واحد من الذكاء في كبشة انواع تانية زي الذكاء اللغوي الموسيقي الاجتماعي الذاتي وغيرهم الفكرة انك ممكن تكون ضعيفة في الذكاء المنطقي الرياضي بس انت عبقري في واحد من المجالات التانية لكنك لسه ما اكتشفتها والقضية الاخيرة والاهم انه الذكاء مش العامل الاهم في النجاح الذكاء مش هو الحل السحري اللي انت بتحتاجه لحتى تنجز وتتفوق في حياتك لو طلعت في موضوع من نوحي الحياة هتلاقي انه الجهد المبذول هو العامل الاكبر للانجاز بمعنى انت ممكن تتفوق على شخص اذكى منك بكل بساطة لانك اهتميت وبذرت جهد اكبر فكرة للقناة ليش ما تعملوا سلاسل لعدة مواضيع فكرة حلوة بس في الواقع احنا فيهنا سلسلتين حاليا شغلات في القناة فيهنا سلسلة ماذا انجزنا اللي كان مفترض انها تنزي كل شهر مرة لكن نزل منها حتى الان حلقتين وفيه سلسلة تانية محدش ملاحظ انها سلسلة اساسا اسمها الدماغ العجيب بدت في فيديو لماذا كل من نره مزيف بعدين العين لا ترى واخيرا الدماغ لما يموت فايا فيه سلاسل هدل هم الشغلية حتى الان وان شاء الله سنحاول نعمل سلاسل احسن لقدام ايش افضل نصائح ممكن تقدمها لطلاب الطب الجديد نصائح مني وبس نتوي انتبحت انه نعدي خلاص الطب وقع بعض النصائح للناس قاعدة بتبلش طب فاوكي اذا فيه شغلة حاب انها تصل لأي واحد في سنة اولى حاليا فهم نصحتين اول شي لان الجامعة هي فترة الشباب وتعرف الانسان على نفسه حاول انك تطور مهارة خارج الطب نفسه سواء كانت تصميم ترجمة voice over قراءة او اي اشي وانك تشارك قد ما تقدر في النشاطات اللامنهجية زي نواد الطلبية الفرقة التطوعية المؤسسات وغيرهم اولا لانها بتعمل CV محترم وثانيا لانها بتخليك تتعرف على ناس وثقافات ومجالات عمركاش كنت هتحلم فيها النصيحة التانية بشكل غريب ما تخلي هاي الشغلات كلها اتلهيك عن الهدف الاساسي اللي انت رايح للجامعة عشانه انك تطلع طبيب ماهر كثير منا في اول فصل اغلبنا كان تطالع من الثانوية العامة وقال اخيرا ساكتشف نفسي وافعل وافعل واغلبنا لبسها في امتحانات اول فصل فاعرف كيف توازن ما بين هذول العالمين النصيحة الثالثة والاهم ابعتها القناة لكل زملاتك بدون سبب ليش اكثر الدكاترة صميطين وكائبين وات يعني كلا واكل لحد ما صحيح اولا محدش بختلف انه الابتسامة واللطف والتعامل الحسن او حتى المراح هو يفترض ان يكون الاساس في اغلب تعاملاتنا لكن كتير من الناس بتنسى انه الدكاترة ساعات عملهم ممكن تصل من خمسين الى مئة ساعة في الاسبوع الواحد وفي هاي الساعات بيمر عليهم جميع طياف البشر المتفهم العصبي الهادي تعطوهش كله فلما تتجابل الدكتور احتمال كبير انك تكون المريض التلاتين اللي جابله في هذا اليوم او انك شافوا بعد خمسة عشر ساعة شغل متتالع بدون توقف فاذا لقيت شوية صمت او انشغال او اكتئاب او حتى عبوس اعذروا لانه غالبا انت مر بيوم احسن من يومهم ايش اكتر دولة نفسك تسافر عليها الدولة الاولى هي بريطانيا برغم انها السبب الاول والاساسي لكل مشاكلنا في فلسطين الدولة التانية هي امريكا برغم انها السبب الحالي الاساسي لكل مشاكلنا في فلسطين تخيلوا الفصام اذا كان السؤال عن دولة العربية فغالبا ساختار تونس او المغرب لانه بتحس انه الدولة التقافة اللغة المكان المغرب رهيب شو الفريق بين حياة الطبيب الحقيقية وبين اللي بنشوفه في المسلسلات والافلام وانا لسا مسرتش دكتور لكن يا الهي من وين ابلش اول شغلة المسلسلات فيها شغلة ما حتى لان قادر افهمها انه الدكاترا فيها بيعملوا كل حاجة الدكتور هو اللي بيقابل المريض بيحقن الادوية بيسحب العينات هم اللي بيأخذوا صورة رانين هم اللي بروحوا على المختبر بيعملوا كل تحليل بيديهم وهما اللي بيقروها يعني في العالم فيه تخصص رهيب كامل اسمه تحليل ومختبرات وتخصص الباثولوجي في مسلسل هاوس مثلا التخصصات هي مش موجودة برضو في المسلسلات ما فيش حاجة اسمها التخصص طبي يعني مثلا في مسلسلك الدكتور سبحان الله الدكتور اللي ينبع من عملية عظام تاني ينبع من عملية زراعة قلب تلاتيون بشيل وراء من الدماغ سوبرمان ما شاء الله بينما في الحقيقة الطب كله يدور حولين التخصص انت تخيل ان في دكاتر اسمهم جرحين يد يعني خبرتهم كلها لا تتعدى المحيط هذا او التخصص اللطيف جدا اسمه بيدياتريك نيورو سيرجري يعني تخصص جراحة اعصاب اطفال برضو شكل المسلسلات ما بتعترفش في حاجة اسمها ورقة وقلم اذا ما بتعرف وجوزك بير عمل الدكتور عبارة عن شغل مكتبي كتابة التحويلات التقارير التشخيص التاريخ المرضي ومليون شغلة تانية الفكرة في النهاية ان المسلسلات والاعمال السينمائية هدفها الاساسي هو الدراما والتشويق والاثارة يعني اكيد كل الامراض اللي حتيجي على المستشفى حتكون نادرة جدا ومتشوفها شلا في العمر مرة فالمسلسلات بتتشابه مع الواقع في امور سطحية جدا لكنها بتختلف بشكل ضخم جدا عن الحقيقة ومش صحيح ابدا انك تبني نظرتك له المهنة او شغفك بنائم عليها كتابة بتنصح نقرأه اختيار الاول حيكون لكتاب We have no idea هذا الكتاب بيحكي عن الشغلات اللي حتى الان احنا ما بنعرفش حاجة عنها في الفيزياء وفي الفضاء الكتاب رهيب جدا لكن الاسف لحتى ما فيش منه نسخة عربية الكتاب الرهيب التاني اللي في منه نسخة عربية اسمه The Power of Habits او قوة العدات بيحكي بشكل علمي مفصل عن المفهوم القوي جدا اللي اسمه العدات مش قصده العدات والتقاليد انما العدات هي الشغلات اللي انت بتعملها كل يوم وكيف الدماغ بيتصرف اثنائها وكيف انت ممكن تستغلها لانها تغير حياتك وتخلي يومك اكتر افادة كتاب رهيب بنصحك وتعطو نظر عندك اهتمام بانماط الشخصية الـ M-B-T-I ودقاء ايش نمطك اي نعم للي ما بيعرف الـ M-B-T-I يعبع عن اختبار نفسي بتكون من عدة اسئلة اختيار من متعدد تسأل عدة اسئلة عن افكارك وشخصيتك وتعاملك في عدة مواقف وفي النهاية تستنتج من اجوبتك ايش نوع شخصيتك وين انت ميل اكتر للانعزالية ولا الانبساطية وفي عندك كبشة انواع من الشخصيات المشرف المروج المعطي المؤذي المدير التنفيذي المخترع المدرس الملهم المفاتش الحرة فيه وباقي انواع كتير الان اذا انت حسيت انه في شوية تداية العشوية تاعت زمان وشوية ريحة علم زائف فاحساسك مش خاطئ بالمرة متأسف للي سألت السؤال لكن اختبار الـ M-B-T-I يصنف بشكل واضح على انه علم زائف وغير مبني على اي اسس علمية رصينة لاختبار هذا طلع بعد الحرب العالمية التانية ومن ايامها تم توجيه الى عدة انتقادات لاذعة انتقادات زي عدم الدقة مشاكل في القياس عدم وجود ادلة علمية كافية والاهم التبسيط المشمنطقي اللطيف لو فتحت صفحة وكيبيديا اللي بتعرف عنه تالت سطر موجود انه يعتبر كسودو سينس يعني علم زائف اذا فيه شغلة تعلمناها من علم العصاب علم الانسان وعلم الاجتماع انه الانسان والشخصية البشرية هي عبارة عن كيان معقد بشكل لا يمكن وصفه وانك تدعي انك قادر تحصلها في عدد شخصيات معين وواضح يعد ضرب من الخيال مثلا في الاختبار التقسيم الاولى بيقسم البشر لنوعين اما انعزالي انطوائي او انبساطي خارجي لكن في الواقع التقسيمة هي مش ابيض او اسود وهي فعليا عاملة زي درج من واحد لعشرة والناس بتتدرج ما بينهم مش واحد او سفر فانا اسف على الخبر كلام مرة لكن هذا اللي بتفكو عليه علماء الناس هذا سؤال رهيب جدا هل مريض حبستفيرنكس بيعرف انه مريض وعلى اي اساس بيبني الردود اللي بيردها حبستفيرنكس زي ما قلنا في الحلقة الفاتت هو المريض اللي ماتت عنده المنطقة اللي بتحلل الكلام اللي بيسمعه فبصير هو يسمع الكلام كويس لكن ما بيفهمش منه اي حاجة وبصير الرد بأي كلام عشوائي هل هذا المصاب بيعرف انه مريض اي نعم بيعرف بالزبط شايفين الثقة اللي في الاجابة نفس الثقة اللي خلته يلبس اخضر على خلفية خضرة اوكي لما انجوابت هذا السؤال كانت ايجابتي مبني على الاستنتاج البديهي والدراسة السابقة للمرض لكن لما رجعت بحث في الموضوع تبين انه المريض في معظم الاحيان بكونش عارف انه مريض بكونش عارف بالنقص الشديد اللي عنده في فهم اللغة وتحدثها مهما كان هذا الناقص عميق وركز على كلمة معظم الاحيان لانه بعضهم بالتدريب والتواصل بيعرف هذه المعلومة بعد فترة طب الان كيف هو بيتكلموا على ايش يبني هذا الردود الاجابة بكلمة واحدة المحاولة والتخمين تخيل انك في دولة اجنبية واجه واحد ما بتفهم لغته احاول انه يحكي معاك ويوصل لك فكرة معينة انت مش حتكون فهم حاجة من لغته لكن من الحركات والمكان وتعبيرات الوجه ممكن تخمن عن شو هو بيحكي وتجاوب على هذا الاساس وزي ما انت متوقع غالبا هتجيب العيد ومش هتفهم حاجة وهذا اللي بيصير مع مريضنا هو بيحاول يستخدم الاعصاب الخفيفة اللي ضايل عايشة وبيحاول يستنتج عن ايش انت بتحكي وعلى اساس هبيبنا الرد وزي ما شوفنا في الفيديو اللي فات بيجمع الشرق مع الغرب اوكي نرجع الان للحلقة وزي ما قلنا المشكلة دايما بالثقة وحتكمل القناة مستقبلا والله هتوقف اه حنكمل مادم تحيا كيف ممكن الاقي هدفك ووهو سؤال صعب انا هفترض انك بتسأل عن الشغف او الشغلة اللي انت حابب انك تعملها لحد ما تموت هذا كثير بيشبه لما الطلاب يخلصوا الثانوية العامة والاهالي يقولوا لهم ادخل اللي انت مهتم فيه ادخل اللي انت بتحبه اتبع شغفك والطالب حنيتها بستنتج انا ما عنديش شغف انا ما بعرفش انا في ايش مهتم وهان في وجه نظر حتمية في الموضوع بتقولك It doesn't matter في فيديو لطيف ناقش لموضوع احده بشكل مفصل من الكاتب امجد جنباز بيوضح كيف انه نصيحة اتبع شغفك مش افضل نصيح انت ممكن تتبعها وكيف وجهت بتكون كارثية واثارها غير مثمرة هتلاقوا في الفيديو تحت لكن لاي شخص تاني بغض النظر على هذا الكلام لسه تبدور على مجاله مهتم فيه على هدف يتوقله وعلى شغلة يساعد بعملها كل يوم نصيحتي بكل بساطة مش هيعرف الانسان ايش الشغلات اللي هو مهتم فيها الا لما يتجرب اكبر عدد من الشغلات يعني مثلا في الطب عنا بقررك في ست سنين كل التخصصات الممكنة لحتى تمارس كل التخصص لحاله وفي الخير تكتشف ايش الشغل اللي انت بدك اياها يعني مثلا ايش اللي ممكن يخلي طالب يهتم في الهيمتولوجي في علم الدم يعني انت طلع الاسم البعيد مش هتشوف اي شغلة مثيرة في الموضوع لكن لما اطالب درس هذا المجال ومارسه لقى انه فيه شغلات ممتعة جدا لقى انه طرق التشخيص والعلاج لذيذة فحبوا واهتم فيه فانت تطبق نفس هاي القاعدة على الاهتمامات المختلفة في الحياة اطلع مما تقتل راحة تعتك وجرب شغلة جديدة كل يوم افتح فيديوهات يوتيوب بتحكي عن موضوع انت بش متخيل انك ممكن تكون مهتم فيها اعمل نفس الشغلة في المقالات في الجمعيات والمؤسسات في الانشطة في الاصدقاء جرب وتفصل في شغلات غريبة كل يوم لحد ما تصل في النهاية للمنطقة اللي انت مرتاح فيها معظم فيديوهاتك بتحكي عن الطب اعملنا فيديو عن الفضاء اوكي حاضر الحلقة البعد الجاية ان شاء الله هتكون على الفضاء وهذا كان اخر سؤال من الاسئلة الجميلة اللي بعتلنا اياها في حلقة وصولنا لعشرين الف مشترك شكرا كومرة لكل واحد شاهد وعلق وشارك واشترك وبعتلنا اسئلة واللي ما جاوب على سيتهم الحلقة هاي ويستنونا في حلقة الاسئلة الجاية لما نصل خمسين الف مشترك او اي رقم جابي تلت اسفار اوكي باي